مستمعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم الأسبوعي توظيف توظيف البرنامج اللي يطل عليكم كل سبت معي أنا لليلبركات أول شي حب أتمنى كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا اللي ابتدوا اليوم في الاختبارات وإن شاء الله موفقين وأحسنوا على الدرجات وحبيت اليوم أستضيف لكم ضيف شوي قريب من أجواءكم وأجواء الامتحانات والمدارس معايا اليوم الأستاذ نزار رمضان مشرف التطوير في مدارس أهلاً بك أستاذ نزار أستاذ نزار حضرتك كاتب أيضاً في جريدة عكاد وكثير من مقالاتك طبعاً بناء على تخصصك في المجال التربوي بتكون خاصة بأبنائنا الطلاب وتوجيهات لهم ومن هالأشياء اليوم احنا طبعاً هنعلن عن وظائف شاغرة في المدرسة اللي حضرتك تشتغل فيها بس حب قبل هذا الشيء شوي نعطي للمستمعين الكرام نبدأ من هو نزار رمضان بسم الله الرحمن الرحيم أحييكي دكتورة للي على هذا البرنامج المتميز الذي ينتظره الموظف سواء كان من المواطنين أو من المقيمين وأيضاً غير الموظف الموظف لكي يرتقي بمعلوماتك ولكي يستفاد مما تعطيه من ضيوفك من خبرات تساعده على النمو وعلى التطور فمن لم يتقدم يتقادم ومن لم يتطور يتدمر فهذا البرنامج يساعد فئة كبيرة جداً من الموظفين على أن يرتقي من مقام إلى مقام ومن حالة إلى حالة ومن درجة إلى درجة وكذلك الذي لا يوجد لديه وظيفة من العاطلين فهو يستمتع بكيفية كتابة السيرة مع حضرتك يستمتع بكيفية المقابلة الشخصية يستمتع بكيف يجيب على أسئلة المقابلات يستمتع بكيف يتعامل مع مديره كل هذه الأمور نحتجها وهو برنامج نوعي غير موجود في وطننا العربي أسأل الله سبحانه وتعالى اللي هو تستفد منه الشريحة الكبيرة من الموظفين وغير الموظفين شهادة أعتزبية شكراً سابنزا يعني هذا حقيقة وليست مجاملة فأصبح هذا البرنامج من أهمية بمكان لدى الكثير من العاملين داخل السعودية وأيضاً من تعليقات على التويتر شفتها ومن على الفيسبوك لصفحة البرنامج من خارج أيضاً السعودية يحاول أن يتابع وأن يستفاد من هذه الحلقات التي تنزل بالتوالي على الموقع وعلى إزاعة ألف ألف هذا يعني حقيقة وليست مجاملة يعني بالنسبة لأنا نظار رمضان أكتب بصحيفة عكاظ وأكتب بمجلة الدعوة الإسلامية والعديد من المجلات المصرية والسعودية والخليجية في المجال الطربوي خصيصاً ومشرف التطوير والجودة بمدارس الأكاديمية الأهلية بحل محمدية بجدة يعني بستمتع جداً لما أكون أتعامل مع فئتين رئيسيتين الفئة الأولى وهي فئة الطفل والفئة الثانية وهي فئة المراهقة المتقدمة عندما يبحث عن وظيفة أو عندما يريد أن يبدأ في سلم حياته فنحن نبني من البداية مع التعامل مع الطفل بحكم عملي وبحكم كتاباتي وأيضاً باستمتاعي مع حضرتك في هذه الحلقة الثانية في التعامل مع الشاب الذي يبدأ الحياة الثانية في التعامله في حياته وكيف يتدرج في عمله وكيف يستمتع به وكأنك تضعيه على العمل الذي يحبه وإذا أحب عملاً فلن يشعر بأنه يعمل طول حياته كما يقول كثير من المفكرين إذا اختار الوظيفة المحبوبة سيستمتع بها وكأنها جزء من حياته وجزء من شخصيته ولن يبحث عن وظيفة أخرى لأنه يستمتع فيها ويؤديها بجمال ويؤديها برقي وهذا وظيفة البرنامج في أن لا تكون هناك يعني عدم استقرارية وأن يكون هناك نوع من أنواع القلق ونوع من أنواع التوتر فهو أنت تضعيه على السلم من البداية السلم الصحيح وعلى المكان الصحيح في كيف يختار الوظيفة وكيف يتعامل معها وكيف يختار شركتهم ومؤسستهم الله يقدرنا هذا اللي يتمنى أن نوصله وإن شاء الله الله يقدرنا معكم أستاذ نزار أستاذ نزار بس كنت أحب أسألك المدرسة اللي حضرتك من أي مرحلة لأي مرحلة؟ عندنا مرحلتين المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة نحتاج إلى العديد من الوظائف في المرحلة القادمة خلال هذه الفترة للبدء في العام الدراسي الجديد مدارس الأكاديمية هي مدارس أهلية متطورة فيها العديد من المميزات التي نحتاج إلى كادر أن يكون على نفس فخاماتها وعلى نفس ضخاماتها وعلى نفس فكرها أن يكون هؤلاء يحملون نفس الفكر ونفس التميز من الوظائف التي الشاغرة داخل المدارس مسؤول لتقنية مدرس حاسب آلي مدرس مهارات تفكير بتدرس مادة اسمه تفكر مع النوس وهو منهج فريد من نوعي على مستوى العالم هذا منهج أردني؟ هو منهج أردني المدرسة تقريباً موجودة هنا بتدرسه بعمق وله بيئة وله مكان وله فصل يعلم الأطفال إدارة السعادة وإدارة الحب وإدارة الوقت وإدارة التفاوض والتأمل والمهارات التفكير العليا والتأمل الروحاني ففي أمور كثيرة جداً فنحتاج إلى معلم مهارات تفكير لتدريس هذه المادة أيضاً نحتاج إلى أيضاً مادة جديدة وقلت استغربين منها وهي التربية المهنية وبندرس فيها في هذه المرحلة المزارع البارع بس مزارع؟ مزارع في المرحلة الأولى وهناك مراحل أخرى متنوعة عندما ينتهي من منهج الزراعة ندخل في منهج آخر كيف في الديهان والبوية وكيف يتعامل معها ندخل في آخر بعض أساسيات التعامل مع السيارة من الأمور الميكانيكية والأمور الظاهرية في التعامل مع السيارة يتعلم النجارة أيضاً كمنهج فهي مناهج متنوعة بدأنا بالمنهج الأول وهو منهج الزراعة لأنه فيه ربط كبير بين هذه المادة وبين الطبيعة بين هذه المادة وبين العقيدة بين هذه المادة وأنه يلمس الأشياء بيده وأنه يمارس بيده نحن في هذه الأيام نترك الأولاد ونترك الأبناء في أن يتعامل مع التقنية فلا يشعر بالنعم وبالخشن ولا يشعر بالنمو ولا يشعر بأنه يلقي البذرة وأن هناك من يتبعه والله سبحانه وتعالى يتعلم أمور كثيرة نستطيع أن ندرسها له خلال سنين كبيرة جداً على أن يتعلم دروس العقيدة ودروس التوحيد ولكن هو يتعلمها من خلال درس أو اثنين أو ثلاثة في أنه يلقي البذرة وأن الذي يتولاه هو الله سبحانه وتعالى صحيح لأنهم صاروا عايشين في عالم افتراضي ما هم عايشين في البيئة الطبيعية في المقومة في التراب والهوى والميت صحيح فهو يتعامل مع الشمس يتعامل مع الهواء يتعامل مع النبتة أيضاً تهذب له الكثير جداً من أخلاقياته فلأنه هي أصبحت هذه النبتة مسؤولة منه سواء كان داخل بيته في الذي تعلمه النبتات التي يزلحها داخل البيت صحيح فبتربي له مسؤولية بتربي له الرفق وبالتالي عندنا إحصائيات خلال العام الماضي يعني تم تقليل بنسبة 10% العنف مع الإخوان في البيت والعنف مع زملائي داخل من خلال هذه المادة والتعامل من خلال التفكر مع النوس ومن خلال التربية الزراعية والمزارع البارع فأصبح الطفل هو يأتي يعني يرى الكثير من الأمور ولا يربطها بالله سبحانه وتعالى يرى الجمال يرى جمال الزهرة يرى جمال النبتة وهو اللي زرحها بنفسه وهو اللي كان مسؤول منها وهو الذي يأتي في قبل الطبر الصباحي لكي يسقيها وهو الذي يرش عليها بعض المبيدات ليحميها يعني هي مسؤولية كاملة يقوم بدر الأب والأم لهذه النبتة فبالتالي كان هناك يعني رقة شديدة جداً في قلوب الأبناء واستمتاع بهذه المادة الجميلة المؤثرة في التربية الزراعية التي يتولاها من خلاله فنحتاج إلى معلم لهذه المواد المهنية التي ذكرناها وخلال المرحلة الابتدائية بنركز على التربية الزراعية والمزارع البارع أيضاً نحتاج إلى معلم سباحة للتدريب للأبناء أيضاً نحتاج إلى معلم كراطية ومعلم بدنية داخل المبنى هذه هي المواد الإثرائية التي يتم تدرسها من الأبناء طيب أستاذ نزار أستأدنك حضرتك قلت محتاج إلى مسؤول تقنية مسؤول التقنية إيش الشهادات المطلوبة فيه وإيش المميزات إذا كان لديه مجموعة من الخبرات في تعامله في كثير من المؤسسات والشركات في التقنية كمسؤول للتقنية وللمواقع وغيرها من البرامج الخاصة بالتعامل مع البيئة المدرسية فالخبرات قد تكون تكفي وإن لم يكن هناك خبرات ويكون بادئ جديد فلا بد أن تكون شهادات مرتبطة بالمرمجة شهادات مرتبطة بخديق حاسب آلي من كليات الحاسبات الألية المعتمدة يعني في مسؤول التقنية لا تشترط الخبرة ولكن تشترط التخصص التخصص وبالتالي أيضاً هناك فيه اختبار يتم تيه وإذا اجتاز جزء من الاختبار يكون أيضاً هناك تدريب لمدة ثلاثة أشهر في الفترة القادمة لكي يستكمل النقص إن كان هناك نقص موجود وإن كان على الجملة هو جيد في فكري وفي تعامل مستمعين الكرام معي الأستاذ نزار رمضان من مدارس الأكاديمية والوظائف الشاغرة عندهم لسه مستمرين معاكم وفي تفاصيلها وفي الاحتياجات الوظيفية ابقوا معنا بعد الفاصل للتواصل مع ضيفي لليوم أهلاً بك معنا أستاذ نزار مرة أخرى أهلاً بك أستاذ ليلي والعودة مرة ثانية أستاذ نزار قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الوظائف الشاغرة لديكم في مدارس الأكاديمية وذكرنا بين الوظائف بدأنا في تفصيل وظيفة مسؤول التقنية وحضرتك ذكرت أنه عندك مفاضلة ما بين الخبرة والتخصص ولا تمانع أن يكون الشاغل الوظيفة بدون خبرة ولكن من أهل هذا التخصص وبنفس الوقت أنتوا ستعملونه كما ذكرت اختبار وإذا احتاج أشياء أو تطوير ستعملوا عليه فمستمعين الكرام إذن هذه الوظيفة الأولى التي هي مسؤول التقنية حضرتك ذكرت مدرس حاسب ما أعرف هل هناك اختلاف في التخصص أو في التخصص؟ بالنسبة للمعلم الحاسب الآليبي يحتاج طبعاً إلى أشياء تربوية إلى دبلوما تربوية أن يكون عنده عمق تربوي مع العمق التخصص في الحاسب الآلي وطريق التدريس والتعامل مع مناهج الحاسب الآلي أما التقنية فهو لا يتعامل أحياناً مع طلاب ولا يتعامل مع أبناء فبالتالي لا يشترط فيه الجانب التربوي أو الدبلوما التربوية أو غيره أحد المستمعين أرسل رسالة أستاذ نزاري يقوله أنا متخرج لي أربع شهور وقسم علم معلومات هذا يمشي معكم؟ يتفضل يعني يتابعنا على موقع الأكاديمية في الفيسبوك أو الموقع الإلكتروني أو على تويتر أو على اليوتيوب فأي وسيلة من وسائل الاتصال يتفضل يتصل أو يبعد فاكس نستقبله ونحدد لموعد للمقابلة بعد إذنك أستاذ نزار هو فيه هنا رقم جوال الأخ المرسل المنسج أستأذنك أنه نعطيك إياه بعد الحلقة وتتواصلوا معه طيب إذن ذكرنا أن مدرس الحاسب الفرق بينه وبين مسؤول التقنية أنه تحتاجه يكون عنده دبلوم تربوي لأنه حيتعامل مع طلبة طيب هذه أنا أبقى أقف عليها طويلاً مدرس مهارات التفكير والبرنامج اللي ذكرته حضرتك أنوس أنا عندي خلفية بسيطة عن هذا البرنامج أعرف أنه هو برنامج أردني وأعرف أنه هو يحتاج إلى معمل خاص فيه له كاركتر أو شخصية معينة هو أرنب على ما أذكر أو شيء زي هو فيه شخصيتين أساسيتين داخل المنهج وهو أنوس وهذا الطفل المتميز المسؤول ومعه اللي هو بسبوس وهو عبارة عن قط قط طيب أنا خليته أرنب المنهج هذا يعني تكلفة إحنا نعرف وأيضاً يحتاج الناس على دراية بهذا المنهج لتدرسه نعم صحيح أنا أحيي مدارس الأكاديمية على هذه الخطوة فعلاً اللي اتخذوها لأنه أنا أقدر أتخيل التكلفة اللي تكبدوها لإنشاء المعمل الخاص في هذا المنهج وتدريسه لكن فعلاً هو لفته جيدة لأنه يدرس أولاً أو يدرس مهارات التفكير وتربوي الجانب التربوي والسلوكي للطفل فشاغر هذه الوظيفة إيش لازم يكون معا يعني إحنا مبدئياً زي ما قلت لك يعني الذي يحمل المؤهلات الأساسية والحد الأدنى من التعامل مع التخصصات اللي احنا قلناها بيكون هناك جانب كبير جداً للتدريب التدريب ليس خسارة داخل المؤسسة حتى الذي يوجد لديه ناقص بيتم استكماله من خلال الأكاديمية فمثلاً في العام الماضي أرسلنا سبعة من المعلمين يدرسون دورة مكثفة تسعة أيام تكلفة كبيرة على المؤسسة ولكن بتكون مقابل هذه التكلفة يكون هناك نتيجة وثمرة كبيرة جداً تشعرها في التعامل مع الأبناء والأولاد بترسمهم للأردن فبالتالي إذا كان هذا الشخص يعني يحمل المؤهلات والحد الأدنى في التعامل مع هذا المنهج ولو خبرة بمناهج عموماً التفكير ليس شرطاً أن يكون التعامل مع منهج تفكر مع النوس أن يكون لديه مهارات التفكير وكيفية تدريس مهارات التفكير والتعامل مع الطلاب بطريقة إبداعية في غرس مهارات التفكير العليا وكذلك ربطها بسلوكيات الطلاب يعني زي ما حضرتك أنت قلت أن هذا المنهج ليس فقط عبارة عن منهج يتم تدريس مهارات تفكير عليا وفقط ولكن يوجد سلوكيات يتم غرسها ومتابعة لهذه السلوكيات من خلال كتاب للأب والأم وهو دليل للمربين الأباء والأمهات وأيضاً هناك دليل للمعلم كيف يدرس هذا المنهج وكيف يتمارس معه وكيف يقدمه بألية جيدة مؤثرة وأيضاً كتاب للطالب ومعه بطاقات أسماء الله الحسنى ومعه سيدي لكي نتعامل مع الشخصية السمعية والشخصية أيضاً الصورية وبالتالي نحن بندخل من هذا المنهج من مداخل متعددة على الأبناء فندخل يستخدم فيه الذكاءات الثمانية المتعددة بحيث نستطيع أن ندخل إلى السمعي نستطيع أن ندخل إلى البصري نستطيع أن ندخل إلى المكاني نستطيع أن ندخل إلى صاحب الذكاء الرياضي وصاحب الذكاء اللغوي هذا المنهج يعالج هذه الذكاءات الثمانية فهو منهج يجمع بين الأصالة في التعامل مع أسماء الله الحسنى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غرس كثير من القيم المفقودة مثل إدارة الغضب وإدارة الحب التي لم نسمع عنها إلا في الكبر ولكن هو يدرسها منذ الصغر منذ التمهيد فالمستوى هو عبارة أن يدرس على سنتين ويستطيع أن نقدمه لسنة متأخرة أو سنة متقدمة بمعنى يمكن أن يدرس في سنة أولى ابتدائي أو في التمهيد أو في ثانية ابتدائي للمستوى الأول لمستوى الثاني هكذا هناك ثلاثة مستويات يتدرج فيها إلا أن يخرج إلى المتوسطة يبدأ المستوى الرابع الموجود الآن داخل المنشور داخل المكتبات وفعلا هو هذا من الأشياء التي غرسها في الطفولة يعمل فرق لا يقارن بأنها أشياء تربوية إذا تعلمها الطفل في الصغر بالتأكيد سيسلكها منهج يعني زي ما قلت لحضرتك أننا لم ننظر إلى ضخامة المبالغ التي تم صرفها على شراء المنهج في حد ذاته وعلى تدريب المعلمين بقدر ما نظرنا إلى رسائل يعني لو وريت لحضرتك بعض رسائل أمهات من الكم الفرح الكبير جدا في تغيير سلوكياتهم من خلال ثلاثة أربعة أسابيع من تطبيق المنهج بآلية طبعا معينة زي ما حضرتك قلت من خلال البيئة من خلال وعلى فكرة ليس مدرس فقط أو معلم فقط تفكر مع نسوة الذي يدرس هذا المنهج بيكون سلوك المعلمين كل المؤسسة من الحارس إلى المشرف العام على الأكاديمية تم أخذ دورة مساندة لهذا التعامل بحيث نتعامل مع الطالب نريد أن نقول له أنك مهم نريد أن نقول للطالب أن هذا الفخمة والأماكن الفخمة وهذا المنهج وهؤلاء المعلمين وهذه المباني هي من أجلك أنت لجمالك أنت لقيمتك أنت لأهميتك أنت وبالتالي يعني تنظرين إلى الطلاب دكتورة وهم خرجين من حصة تفكر مع النوس أو من خلال المدرسة بفرحة يعني لا يريد والله يعني أقوله حقيقة السواقين يجلسون أحيانا نصف ساعة وساعة يعني يتحيلون على الأولاد يلا نخرج هناك راحة أريحية حرية وحرية مسؤولة هناك يقول كل ما في نفسه يعترض يتكلم ينقض وكله باحترام من خلال هذا المجل الذي تعلمه تعلم يعني حتى العنوين يعني المستوى الأول اسمه أنا إنسان مميز المستوى الثاني أنا أحبكم المستوى الثالث جمال الاختلاف فيعني أمور الكبار يدرسونها بعد كبر وبعد عشرين سنة وبعد خمسة عشرين سنة لم نسمع في التدريب إلا على كيف تتعامل مع الآخر وكيف تتعامل مع الاختلاف وكيف تتفاوض وكيف تتقدم إلى وظيفة كل هذه الأمور يدرسها الطالب وفي المرحلة الابتدائية من سنة أولى ابتدائي لسادس ابتدائي يعني فعلاً لما حضرتك ذكرت أم المسمى لأول مستوى فيها أنا إنسان مميز يعني دائماً نحاول ونشوفها واضحة أثناء إجراء مقابلة شخصية لأي شاب أو فتاة نقطة الثقة بالنفس صحيح يعني عندنا فيها خلل فضيع تربينا على مدى سنين كاملة لا خطأ نعم لا تعمل انتبه لا يعني افعل ولا تفعل صحيح يعني بتنهز بتطلع النتيجة إنسان مهزوزة ثقته بنفسه صحيح مستني تقول له إيش الخطوة الثانية اللي تبغاي سويها ولا هو من نفسه ما حيتصرر أنت حضرتك وانت بتشوفي في مقابلات معاك يعني ممكن يدخل شاب كبير يعني عريض المنكبين زي ما نقول شنب كبير ولا تستطيع أن تتحدثي معه ولا يتكلم كلمة مفيدة دخل في بعضه هايوة ويعني إذا قلت له مثلا راتب معين لا يستطيع أن يرد بالموافقة وعلى العكس ممكن أن يكون هناك آخر لديه ثقة عالية جدا وليس على كمال التأهيل في الوظيفة ولكن هذا يريد أن يتقدم ويريد أن يتطور فتفضلي على اللي هو متخصص والذي له عمق في هذه الوظيفة ليه؟ لأنه يريد أن يطور من نفسه وعن لديه ثقة لديه أن يطور لا نو بالأول لازم تثق بنفسك قبل ما تطلب من الآخرين أن يثقوا فيك إذا أنت منت مقتنع في نفسك كيف تقنعني بنفسك صحيح نحن حتى بنقول في جملة تربوية مهمة جدا لابد أن تترجم للموظف وللابن وللزوجة وللرجل ولصاحب العمل كلما حدث تقدير للذات كلما يعني تقدير الذات كلما انخفضت المشكلات السلوكية والأخطاء حتى الوظيفية أنا كلما أقدر موظفي كلما أقدر تلميذي كلما أقدر ابني فبالتالي تتلاشى السلوكيات الخاطئة والمشكلات التربوية تتلاشى وتقول إلى الصفر وحتى الليفل الثاني لما قلت مثلا أحب الآخرين عندناك أيضا مشكلة في قبول الآخر دائما أنا على حق وأنت على غلط وأنا مدرستي الصح وأي مدرسة أخرى هي مدرسة مرفوضة وخاطئة قبول الآخر سواء لاختلاف العرق أو الأصل العنصرية المتفشية أصبحت بلاش نقول من سعودي وغير سعودي حتى داخل الأصول الوحدة أصبحنا نتقبل من منطقة إلى منطقة أخرى واضحة صارت بشكل فضيع من نادي لنادي فيمكن محبة الآخرين أو احترام الآخرين أنها تدرس في الصغر شيء جدا مهم لأنه تخلق مشاحنات في أجواء العمل على المستقبل وإحنا عارفين هذا الشيء صحيح يعني من خلال حتى يعني عملي في العمل الطربوي داخل عكاض أو في البرامج الطربوية أو في الاستشارات الكثير من الأباء لا يجد منهج يخدم هذه الأفكار يعتمد على العشوائية يبحث كتاب من هذه المكتبة وكتاب من هذه الدولة ولكن تم جمع هذه المستويات بطريقة فذة وبطريقة كبيرة جدا واعتناء عالي جدا ومجموعة من الخبراء في تأسيس هذا المنهج وتجريبة ويدرس الآن في أكثر من 120 دولة فأقول لحضرتك أنه يدرس في مدارس كنسية يعني يدرس في مدارس كنسية في كندا وفي سويسرا رغم أنه في استشهاد كثير من القرآن في كثير من الأيات القرآنية وكان المنهج في بداية تأسيس اسمه المنهج الإسلامي المتكامل في تنمية الشخصية ولكن تم في التعديل الأخير المنهج المتكامل لكي يصل إلى العالمية وبالتالي نحن أولى بحضراتنا ونحن أولى بالتعامل بثقافتنا مع أبنائنا فالمنهج أشجع الكثير من التربويين والكثير من أصحاب حتى المؤسسات في أن يربوا المنظفينهم على هذه الأفكار الموجودة يعني لما يربى المنظف ويربى الإبن أنني إنسان مميز فمميز في وظيفتي مميز في رتبي مميز في سلوكياتي مميز في تعاملي مع هذه الوظيفة مميز في تعاملي مع العميل فبالتالي أنا مميز منهج حياة عندما ينتقل إلى أنا أحبكم أن يقدم الحب للآخرين فلا يأخذ فقط فيتربى على أنه محبوب على أنه فريد على أنه مميز أعتقد أن تكون الإنتاجية مختلفة تماما وسيكون الرابح الأول والأخير هو صاحب المال وصاحب المؤسسة أستاذ نزار حقيقي أن نحيي الأستاذ اللي وضعت منهج النوس ونحيي من المدارس الأكاديمية اللي فعلا اشترت هذا المنهج وتدرسه في مدارسها ما زلنا مستمعين الكرام مستمرين مع الأستاذ نزار رمضان حاصل منوري أستاذ نزار أهلا بك دكتورة قبل الفاصل كنا ذكرنا الوظائف الشاغرة لدى مدارس الأكاديمية وذكرنا مسؤول تقنية وذكر الأستاذ نزار أنه مش متطلب كثير فيها الخبرة بقدر التخصص في مجال التقنية واشتياز اختبار سوف يتم إخضاع المتقدم له ومدرس حاسب آلي المدرس الحاسب الآلي ذكر أستاذ نزار أنهم يحتاجوا أن يكون معه دبلوم تربوي لأنه سيتعامل معه الطلاب مدرس مهارات التفكير وهو برنامج النوس أو نظام التعليمي النوس أيضا يحتاج أن يكون الإنسان الشاغل هذه الوظيفة لديه خبرة في المجال التربوي فيه سنين معينة أستاذ نزار مرحلة افتدائية مرحلة افتدائية بس كم سنة في الخبرة ما هي يعني زيما قلت لك إحنا بنستكمل الحد الناقص إذا كان المتقدم يحمل الحد الأدنى من التعامل مع الأطفال من الكاريزما بتاعته من مؤهلاته في التعامل مع مهارات التفكير العليا في طريقة التدريس الإبداعية كل الأمور ده هيت ثم بعد ذلك يأتي إلى التخصص في التفكر مع النوس من خلال إخضاعه للدورة التدريبية أستاذ نزار ذكرت حضرتك من ضمن الوظائف الشاغية التربية المهنية أو مادة التربية المهنية حقيقة أحد المستمعين الكرام الأخ إسماعيل قاري كان له مشاركة يعني تمس هذه الوظيفة بشكل أو بآخر كان ذكر الأستاذ إسماعيل قاري أنه وظيفة أو تفعيل دور السياحة والفنادق نحن نعرف جدة هي نوعا ما لها ارتكاز على السياحة وهي الآن واجهة خلينا نقول إن تخصص السياحة والفنادق أنت بتعطي واجهة بلد بتعطي إمج أو انطباع عن البلد كان اقتراح إسماعيل أنه ناخد الطلاب أو الشباب اللي عندكم في المدرسة وتاخدوهم مثلا لفندق خمسة نجوم يلتقوا مع مدير الفندق يشوفوا التعامل لهذه الأشياء اللي فهمتوا من حضرتك أنتم متوجهين أكثر للأعمال المهنية البحتة يعني زراعة وصناعة وهذه الأشياء ما عرف إذا تتفق أو تختلف معي أنا أفهم تماما الكونسبت من وراء هذا التخصص أنه إحنا أبنائنا الآن أصبحوا عايشين في العالم الافتراضي ما هم موجودين على أرض الواقع معانا إنت تبغى ترجعهم إلى أرض الواقع وتخليهم يلتمسوا قدرة الله سبحانه وتعالى سواء في الجانب التراب والماء والأشياء هذه التعامل في البيئة وتخليه يعيش حقيقي في العالم الحقيقي لكن ما تعتقد إنها شوي بعيدة عن ما سوف يحدث في المستقبل يعني إن أشياء خلينا نكونوا واقعين طفل درس في مدارس الأكاديمية يعني من طبقة معينة لن يعود ليصبح مزارع في يوم من الأيام صحيح إحنا ليس هو المفترض بأن تكون هي مهنته في المستقبل ولكن لا بد أن يتعامل في ما هي أليات هذه المهنة وما أدوتها وكيف يتعب فيها من يتعب وكيف يذهب إلى هذه المهنة اللي يتعامل معها ولا يضحك عليه مثلا فيتعلم ما هي أدوات النجارة ونوعيات الخشب وكيف يتختيار غرفة النوم وكيف يتختيار غرفة الألعاب وكيف يتختيار غرفة الأطفال فيريد أن يتمس هذه الخبرة ويتعامل معها ويفهم أدواتها وأساسيتها وأليتها عندما يتعامل مع الزراعة بنفس الطريقة عندما يتعامل مع السيارة وبعض ميكانيكا السيارة يتعامل بهذه الطريقة ليست معناها أن تكون هي وظيفة المستقبل ولكن تستطيع أن يكون الأشياء البسيطة دكتورة عندما نتعامل مع حنفية ماء داخل المنزل نأتي بأحد لكي يغيرها ويأخذ مبلغ طائل لا ننظر إلى هذه الأمور وهي تستطيع أن ننتهي منها في خمسة دقائق فالأمر نحتاج إلى أعادة أشياء يمكن تخدمه هو في بيته في المستقبل نتكلم على تغيير لمبضة مثلا هذه أشياء بسيطة جدا لا بد أن يتعلمها هذا الطفل وأن يتعلم حركة يدوية وأن يتعلم الخشن وأن يتعلم الناعم وأن يتعلم كيف يتعامل أيضا مع جنسيات ويتعامل مع بيئات مختلفة ويتعامل مع بيئة العمال يتعامل مع بيئة النجرين يتعامل مع بيئة المثقفين فلا بد أن يتعلم هذه الخبرات وللأسف دكتورة نحن لا نضع أبنائنا في عملية الممارسة نحن ننظر عليهم فقط لغير نحن نقول لهم افعل ولا تفعل نضع لهم مناهج ولا نضع لهم خبرات كلنا متأكدين كل التأكيد أن الممارسة الفعلية أو المهنية للموضوع هو أحسن طريقة لاستيعاب الفكرة التي تبقى توصلها ويمكن أخونا الفكرة اللي بيقولها نحن بنعملها في عملية نشاط خارجي وهو نشاط في التربية القيادية فبنعلم هؤلاء الطلاب بعض المهن كيفية الاستقبال داخل الفنادق أن يتعامل أن يجلس في يوم كامل أو يومين مع طبيب أو مع صيطالي إذن بيتغطوا بقية المهن في مجال آخر بنغطيها وهناك يوم المهنة على الغرار اليوم العالمي للمهن يتم داخل المدرسة يتم عمل القرية التجارية للأطفال داخل المدرسة فهم يبيعون ويشترون يقفون داخل المقصة يقومون بعض المحلات وبعض الأكشاك يبيعون فيها ما يشاءون يتبذلون فيها الأشياء القديمة بأشياء جديدة وأن يكون هناك تفاوض وأن يحسب الربح والخسارة هذه الأمور نحن نريد أن نضبط تصرفات أبنائنا ولكن لابد أن نضبط لهم تصورتهم يعني لابد أن نعلمهم لابد أن نقول لهم أن نعيشوا الجو ولكن يأتي إلى بعد أن يتخرج وهو لم يمسك أنبوبة اختبار ونطلب معه أن يكون خبير وأن يكون صيدلي ولم يتعلم ولم يدخل المختبر إطلاقا فلابد أن يتعامل ويدور على الحد الأدنى من الخبرات في كل مهنة على الأقل هذا كلام جميل أستاذ نزار شاغل هذه المهنة تربية المهنية إيش المواصفات التي تجعلها؟ التربية المهنية يعني هي بتحتاج إلى شخصية أن تجيد التعامل مع الأدوات أكثر منها مع المناهج فهذا أولا الأمر الثاني أقرب إلى أن يكون مدرس المواد العلمية أن يكون خريج من علمي من علوم كيميا فيزياء أحياء وأيضا قريب جدا من التربية الفنية فهو أيضا يستطيع أن يتعامل مع هذه الأمور مع جوار هذه المناهج نحن لا نعتمد عليها كمنهج المدرس فقط لغير في بعض الأمور تحتاج إلى متخصص عميق فهذا بنأتي به كدورة أو نذهب إليه كدورة للمعلم وللطلاب بحد ذاتهم يعني ندخل الورشة مثلا ورشة النجارة ندخل ورشة النجارة نتعلم يعني خلينا نقول أنه باختصار التربية المهنية الشاغل هذه الوظيفة يجيد التعامل مع الأدوات ومع الأشخاص في هذه المرحلة المرحلة الابتدائية وزي ما لطولة بال على الأطفال لطولة بال لأنه يتعامل مع أدوات يتعامل مع أبوية يتعامل مع نجارة يتعامل مع حبوب مع بذور يتعامل مع تربة بس ما في درجة علمية معينة مطلوبة لهذا لا نعم طبعا أقدر أتخيل معلم السباحة ومعلم الكرتين ومعلم البدنية كلهم لابد أن يكونوا لديهم هذا التخصص نعم صحيح في تخصص يعني هي معاهد أو شيء معين هي خريق تربية رياضية تربية رياضية الثلاثة معلم سباحة إذن ومعلم كرتين ومعلم بدنية يكون خريج تربية أستاذ نزار أنا مما سمعت من حضرتك وخلال النقاش أجد في توجهكم توجه مشابه لإنجاز السعودية هل حاولتوا التواصل معاهم أو أن تكون مطبقة لديكم في المدرسة؟ والله من خلال المنبر توظيف بندعو جميع المؤسسات التي تستطيع أن تشاركنا في العمل التطوع والعمل الخيري أن تشاركنا في العمل حتى المدية أن يكون هناك تعاون وأن يكون هناك تكامل بين رؤياتنا وبين رؤياتهم يستطيع أن يستغلوا المبنى في إقامة الدورات ومفتوحة لهم الأبواب لمدرس الأكاديمية في خدمة المجتمع لأن جميع المؤسسة بنيت لخدمة المجتمع السعودي فلا بد أن نساهم في مساهمة طوعية ومساهمة خيرية فأي مؤسسة نرحب بها من خلال برنامج توظيف يأتوا إلينا أهلا وسهلا أو من خلال موقعنا في مدرس الأكاديمية أهلا وسهلا أستاذ نزار بالنسبة لمسؤول التقنية والكلاتية والبدنية للتقديم على هذه الوظائف جميع الطرق تأدي إلينا إما من خلال موقع توظيف والتواصل مع الدكتورة ليلي أهلا وسهلا أو من خلال موقع موجود على الفيسبوك صفحة موجود على تويتر موجود على موقع خاص الأكاديمية مدرس الأكاديمية مدرس الأكاديمية موقع يمكن رفع السير الذاتي رفع السير الذاتي على طول أو يتوجهه هل ممكن يتوجهه؟ في حي المحمدية عند الصالة الملكية يستطيع أن يتواصلوا من خلال الحضور إلى المبنى مباشرة من خلال الرقم المجاني الموجود في الموقع من خلال الإيميل الموجود للتقديم السير الذاتية ومن خلال موقع التوظيف ألف ألف إذن مستمعين الكرام للتقديم على الوظائف المتاحة لدى مدارس الأكاديمية والشاغرة لديهم يمكنكم الدخول على موقع مدارس الأكاديمية وتحميل السير الذاتية هناك أو أيضا طبعا من خلال موقع التوظيف أيضا كما ذكر أستاذ رمضان في الموقع يوجد رقم اتصال مجاني يمكن الاتصال والتقديم من خلاله أو التوجه إلى مقر المدرسة الكائن في جدة في حي المحمدية لتقديم طلبات التوظيف لكل البظائف الشاغل التي ذكرها خلال الحلقة لأستاذ نزار رمضان أستاذ نزار بما أننا اليوم شارفنا على نهاية حلقتنا وتوقيت الحلقة جاي معك على أول يوم اختبارات وعلى إجازة صيفية في دقيقة بدي من أستاذ نزار كلمة للشباب والبنات نحن نعرف دائما إجازة الصيف يمكن الوظائف الصيفية والوظائف التطوعية هي إضافة للسيرة الذاتية بدل ما تجي في يوم من الأيام ندور لك شغل وانت عاطل نجد سيرة ذاتية فيها فعلا مبادرات وفيها خبرة ما تبدأ من الصفر نصيحة من أستاذنا يعني زيما دكتورة ليلي بدل ما نجلس يولول من يولول من الموظفين في أنه لم يتقدم في وظيفته أو من الطالب أنه لم يجد الفرصة المناسبة وقف يعني كما يقول وقف الموظف حائرا وحزينا من بعد ما شرب الهموم السنين يشكر ربي العرش قلة أجره ويقول ربي قد عدت مدينا فهو يشكر همومه فقط ولكنه لا يتحرك خطوة إلى الأمام أمامنا ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أجازة نتحدث عن 24 ساعة نتحدث عن ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر نتحدث عن وقت كبير جدا يستطيع أن يدرس فيه يستطيع أن يأخذ دبلوما يستطيع أن يتعلم لغة إنجليزية يستطيع أن يأخذ دورة في التعامل في الإلقاء في فن الإدارة هذه الأمور نستطيع أن يتعلمها خلال هذه الفترة يستغلها في العمل التطوع والعمل الخيري وتصبح جزء من سيراتي وجزء من كياني هو جزء من خدمة المجتمع وخدمة نفسي مستقبلا فهو يجمع بين الناحية المعنوية والذوقية والشرعية وبين الناحية المهنية المادية شكرا لك أستاذ نزار وفعلا أنا أعيد من بعد الأستاذ نزار وأوجه لكل الطلبة والطالبات وأبنائنا وحتى الموظفين زي ما ذكر أستاذ نزار يعني بلاش نغني موال طفشان وطفشانة خلال الإجازة الصيفية ونقلب ليلنا نهار ونهارنا ليل ونقضيها نوم في أعمال كثير ممكن نعملها خلال الصيف تقدم على وظائف صيفية الآن كثيرة ومعلن عنها إذا ما كان أعمال التطوعية هي دائما إثراء وإضافة عمل خير أولا وأيضا إثراء لنفسك ما في شيء في الدنيا أنت تعمل وما تستفيد منه كل شيء بنعمله بنتعلم منه وبنستفيد منه على الأقل حتستفيد احتكاكك مع الناس وهذا يعطيك خبرة في التعامل حتى ألقاكم الأسبوع القادم الله يوفقكم في اختباراتكم وابقوا في رعاية الله كنت معكم ليل البركاتي وبرنامجكم توظيف